مصطفى شبير مع دكتور أحمد جبل بدون شك ومؤكد كان عندي تفاصيل إصابة مصطفى شبير منذ مباراة الأهلي والبنك الأهلي لكنه حرصا على النظام اللي معمول في النادي الأهلي إمتى تعلن وإمتى لا تعلن يعني لكن هقول لكم القصة بالضبط بتاعة إصابة مصطفى شبير في مباراة البنك الأهلي حدثت بالتحديد قبل النهاية بحوالي ربع ساعة لو تفتكروا كرة الإيد ورجل اللي عملها مصطفى لرضا سليم ساعتها حس بناغزة كده في العضلة الخلفية لكنه قرر أنه يكمل المباراة لأنه المباراة كانت لسه صفر صفر والآله كانت في احتياج إلى تغييرات هجومية الحمد لله بعد المباراة تم التأكد أنه شد عضلي شد كبير سائل شوية بس في الخلفية بيأخذ إن شاء الله من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع بعد عشر تيام تاني إن شاء الله يرجعوا يعملولوا رانين وبناء على الرانين الجديد يتم تحديد موعد عودته إلى مران الفريق يمكن أو الرحلة يغيب عنها مصطفى شبير مع النادي الأهلي خصوصا بعد ظهوره بمظهر جيد في معظم المباراة اللي شارك فيها وآخرها مباراة الأهلي والبنك الأهلي اللي حصل فيها على رجل المباراة منعا بس للقيل والقال لأنه في البعض اكتهد والبعض قال كلام والبعض قال قصص هذه هي قصة إصابة مصطفى شبير في مباراة البنك الأهلي وكان متواجد في المران إلى أن تم إعلان القائمة وسفروا بسلامة الله اليوم لم يتخلف إلا مصطفى شبير وكريم فؤاد ومحمد هنيه